هيا يا أطفال هيا نمت يوم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يورفقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو يا زي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو يا زي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو يا زي شكراً مساء الخير يا أطفال مش راكم وكم شابين راكم شابين بهد الماكياج وكامل إذن نقتنم الفرصة باش نقولكم في هاد العودة لحصة مع أعمو يا زي أول حصة في هاد الفترة هادي راح نبدأوا مع الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي إذا نقولكم كامل يا أطفال مرحبا بكم احنا تاني توحشناكم توحشناكم بزاف إن شاء الله هتكونوا قديته عطلة جميلة عطلة وانتمتعتوا بالأوقات هذي كامل مع الأولياء انتعكم وعلى عائلة انتعكم وكامل ودركها يجي وقت الجد والاجتهاد بهذا الدخول المدرسي إن شاء الله نتمنى لكم دخول موفق إن شاء الله وعمو يا زي توحشكم بزاف إذا راح تكونوا معنا في أول حصة في هاد الدخول الاجتماعي واش رايكم يا أطفال تقولوا لي كامل وين رحتوا في العطلة هذي واسمك بنتينتي يا واسمك معريا معريا وين رحتي معريا ورحت محا بابا رحت محا بابا البحار رحت ل البحار برافو وين توليدي واسمك محمد أهنس محمد وين رحت محمد فلوتلا من الشرع الأغابة الشرع شرب للبليدipe يقعدكم الدين انتو لك الكامل وما اسمك 오ليدي إسمك محمد نعم وين رحت فلوتلا هذي إلى البحر إلقى البحر و انتي يا ابنتي؟ اشاطرة، واسمك؟ مريا مريا، وين رحت مريا؟ للبحر Son, pin your body ما هو البحر복 اوووه أحب البحر و ماسمك يا ابنتي؟ مريا مريا ثاني وين رحتين للبحر ثاني؟ برافوا اقعد و قعد و أليدي أسمك؟ رسمي عبدالراحيم عبدالراحيم أنا رحت ماSP Luc واهلا اسمك؟ أنا عبدالراحيم وين راح تSu عبدالرحيم؟ رحت اللبحر البحر ثاني برافو و انت يا ابنتي؟ نوها وين؟ نوها نوها و وين راحتي rox вы رح تلالبحر لبحر ثاني وệnتي يا ابنتي واسمك؟ ايو ايو وين رحتي؟ راح تلالبحر و штريعة مع الإيفامي راحت وتلالبحر على الغابة هاي لا نعم بأ Here we go ا lime باربكي وشوي نعم هاي لا هاي لا وين توليدي واسمك؟ رح رحنا لبحر برافو يا أطفال أنا حبيت برك شكولي يقدر يقولي شي المهم لكم تشوفوا العلامات اللي رمهنا وحنا في شهر قوت وش هي المناسبة المهمة اللي نحتفلوا بيها وش هي الصومال عد الشهيد عد الشهيد وش هي صادف يقعد وقعد في مكانك يقعد في مكانك تعرفي بنتي وش هي المناسبة الفضل ها نتعرفي هاش شكولي يعرف قولينا وش هي المناسبة تعيش مش هي مؤتمر الصومال مؤتمر صومال مؤتمر الصومال شكولي يعرف في أي يوم كان مؤتمر الصومال في أي سنة في أي سنة في أي سنة كان مؤتمر الصومال في أي يوم يمؤد شهر اوت يوم يوم عشرين برافو يوم عشرين اوت في اي سنة في اي سنة 1956 1956 ونحن في اي سنة اي سنة 2000 2016 كون يقول لي من 1956 حتى ال 2016 حكي من سنة تعرف 60 سنة 60 سنة اذا يا اطفال مؤتمر السمام عنده 60 سنة 60 سنة على بركم لمؤتمر السمام جاء في فترة كان اول مؤتمر اللي نظموا فيه صفوف الطورة شكول يقول لي في اي منطقة وين راح وين ندار مؤتمر السمام في اي منطقة ولا اي مدينة وين في ولاية بيجايا في مدينة افري واسمها هذا كل وقت مدينة افري اوكي شكول يقدر يقول لي المدينة واسمها القرية القرية اللي داروا فيها مؤتمر السمام واسمها واسمها اسم تعرفيهاش تعرفها افري بوزلاب لا 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 ماكش بعيد ولكن انا تعرفهاش شكول لي عرفها واسمها اوزلاجن القرية هذه واسمها وزلاجن وزلاجن هذه اللي ندار فيها مؤتمر صمام لأول مرة في 20 أوت 1956 هذه المناسبات لازم نحتفلوا بهم لأن الهوية نتعنا والمستقبل نتعنا كامل في تاريخنا يا خي وش رايكم أنا دايما كي نبدأوا الحصة نقول لكم لغز تحبون على الغاز خلاص رح نقول لكم لغز وانتوما والأطفال اللي رميش يهدوا فينا تقدروا تجاوبوا تاني عبر الانترنت بهذه الطريقة هذه إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي إذا دخل الماء لا يبتل وإذا دخل النار لا يحترق نعود اللغز ما هو الشيء الذي إذا دخل الماء لا يبتل وإذا دخل النار لا يحترق إذا فكروا إلى غاية نهاية الحسان ثم تاني شاطرين باش تعطوني الجاوب انتعكم انتم وو الأطفال انتعكم انتم وو الأطفال اللي رميش يهدوا فينا إذا احنا بهذه المناسبة هذه اخترنا شخصية مرموقة شركة في مؤتمر الصمام وهي الشهيد سليمان دهيلس إذا كلفنا أيمن باش يديرنا بحث عن شهيد سليمان دهيلس إذا تفضل أيمن سليمان الخير يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم على عقيد سليمان دهيلس قائد عسكري في صفوف الثورة الجزائرية معروف باسم سي السادق من مواليد منطقة الواضية تيزي وزو انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري في الأربعينيات وعند اندلاع الثورة التحريرية كان من سباقين إلى التحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني وانضم إلى الثورة في يوم 2 نوفمبر 1954 شارك في مؤتمر صومام ممثلا لمنطقة الرابعة التاريخية بانتقال عقيد وعمران إلى تونس سنة 1957 أصبح قائنا للولاية رقيا إلى رتبة عقيد قائد ولاية وصار عضوا في مجلس الوطني للثورة الجزائرية ثم عين في قيادة العمليات العسكرية وشغل منصب نائب عقيد هواري بومدين في جبهة غربية إلى غاية الاستقلال عند استقلال انتخب سليمان دهيليس نائب في تيزيوزو وعتزل النشاط السياسي إلى أن توفي بالجزائر العاصمة في 5 نوفمبر 2011 عن عمري نناهزه 91 سنة دفنا في يوم موالي بواضيع مسقط رأسه بولاية تيزيوزو شكرا 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 أيمن وش رأيكم من غنو الأغنية تعد دخول مدرسي نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب يلا إذن صباح الخير مدرستي تغنو كامل معي لا 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 صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتغنا لك يا ظاليتي وراجعنا من بعد الغياب انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كدوى النوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كدوى النوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك لطلب العلم صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك المن اشتغطنا لك يا ظاليتي ونشعنا من بعد غياب اشتغط لك من الاعمار ما فرقت مخيلتي اشتغط لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتغط لك من الاعمار ما فرقت مخيلتي اشتقت لقصري ورفاقي وكذا رقاء معلمتي صباح خيري مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي واشعنا من بعد الغياب فلا زال هناك نزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد من جدي والاجتهاد صباح خيري مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي واشعنا من بعد الغياب برافو 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 عمو يزيدي رجع العلم رجع العلم يا أطفال عجبتكم الأغنية اذا بمناسبة ذكرى ستين لمؤتمر السومان اليوم رح نستاذيف شاعر شاعر طفل صغير كما انتم واسمو يوسف درنا الشاعر على الطورة الجزائرية اذا يوسف تفضل 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 اسموه ايا الراش ايا الراش الاقنجرم مفرد ايا الراش اكل جدو درزان القيد نسعن دير ركزة نرنع القرايا ثامور ذنك نايت ورجا الاعلام طلع بدموع مليون ونص شاهد نقسم بالحفا والجوع الدم النار والحديد نعهد نفسي بالارجوع كل يوم عهد جديد بالشهادة الرأس مرفوع والوفاء ليهم ميزيد كلامي للصبيان ان شاء الله يوصلهم القلوب بتاع عمار يا الخوان حكيتو تكون في الكتوب تاريخنا يبقى سلطان والذاكيرة عليه تنوب برافو 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 اذا يا اطفال وش رأيكم تحبوا علعب الخفا نا يلا دركيا راح نستقبلوا صديقنا نوردين اللي جانا من مدينة تيارت تعرفوا مدينة تيارت نا اذا الصديق نوردين في هذه العاب الخفا تسفيقنا نوردين تسفيقنا نوردين برافو 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 تسفيقنا نوردين تسفيقنا نوردين تسفيقنا نوردين اشتركوا في القناة تسفيقنا نوردين اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى برافو 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 تصفيق 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 برافو يا أطفال تحبوا حكاية عمو يزيد خلاص إذن راح نحكي لكم دركا حكاية العمو عرفان والحمار والكسلان موسيقى إذن يا أطفال كما وعدكم عمو يزيد أحي أحكي لكم حكاية عمو عرفان والحمار الكسلان كان واحد النهار عمو عرفان هدا عندو عندو مزرعة وعندو زوجة الحمير عندو واحد حمار ناشيط وعندو واحد يحب غير يرقد وياكل ماذا به يلو كان الدنيا هدف فيها غير يرقد والمكلة وما يتعب قاع إذن كان دايما يدير لهم كل مرة واشي يحط فوقهم بضاعة باش يروح للسوق كل مرة يدير حاجة وكل مرة هداك الحمار هداك الكسلان يسيب خدعة خدعة كاشي يدير في واحد اليوم عمو عرفان عمرو بالملح قالوا اضي هاد الملح للسوق وفي الطريق كي جريحة البركة ساب واحد البركة هكذا في الطريق كي جريحة في طريق هكذا ساب واحد البركة كي ساب هادك البركة جاتوا فكرة قال انادو كندخل في البركة هادي في الماء يدوب هادك الملح يدوب هادك الملح وراح يخف الوزن التاعي وراح ما نتعبش أنا كامل ونكمل طريق تاعي مرتاح أنا نحب الراحة وما نحبش قاع العمل والتعب ادخل في هادك نعليش هاده هاده قدعمه يزيد ادخل في هادك البركة وداب هادك الملح كي داب هادك الملح وبعد اخرج من البركة ساب روحه خفيف هكذا وبعد كي لحق للسوق عم وعرفان شاف هاديك البضاعة ما كانش شاف هاد دايبة كامل قالوا واش دار هادي وراه البضاعة هادي وين راحت وبدأ يخمم 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 قال انا لازم نعسوا هاد الحمار باش نشوف وش روي دير هاد الحمار الكسلان هادا نشوف غدوه من داك عاود عمر له تاني بالملح عمر له كامل دهره بالملح وقعد وخلاه يمشي قالوا روح للسوق وقعد يعس فيه يعس فيهم البعيد بعد فاقلوا شافوا يدخل في هادك البركة ويدوب هادك الملح كامل وبعد يوصل بلا بضاعة وخسروا بزاف المال هادك عم ويرفان وبدأي خمم ياربي كيف شنديلوا هادا الخداع هادا الحمار الكسلان الكسول اللي حبغير كيف شنديلوا وكيف شنديلوا فكرة قالوا داك نوري لك غدوه من داك راح وش نديله في ميزكم عمروا بالإسفنج بالإبونج عمروا المطارح من فوق من فوق وربطهم وقالوا راح للسوق بالرغم انا يقع لكم بالإبونج خفيف بالرغم اللي خفيف يمشي هاداك الحمار الكسلان هاداك الخداع بعد كل حق البركة قال انا الحمولة ووزنها مشيت قيل بصح معلش نزيد نخففها باش مجينيش تقيلة ونقدر نكمل طريقي مرتاح ادخل في هادك البركة كي ادخل في هادك البركة واشترا الاسفنج تعمر بالماء واصباح تقيل 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 ما قدرش يتحرق كامل يا ربي انقيدوني انقيدوني ما نقدرش كيفاش ندين نخرج كريب غرق في هادك البركة ومبعد عمو عيرفان قالوا شفتي واحد الخداع قالوا وكان ما نسلكك شذرك مش تموت قالوا عمو يازيد سوفين استخلصوا من الحكاية الى انو الناجاح يحتاجوا الى الهمة والناشط بضبط اذا الانسان لازم يكون عنده الهمة والنشاط والعمل اللي نقوموا به لازم نتقنوه يا اخي اتقانوا العمل العمل عبادة اذا اتقانوا العمل من الايمان يا اطفال لازم الانسان العمل اللي يكون عنده يتقنوا موسيق 201 موسيق اذا يا اطفال عجبتكم حكاية عمو يازيد يا انا ادرك لاحقنا الى الفقرة هذ ولينا نحبها بزف هى الفقرة اللي تجوهنا فتحكولي النكت يا اخي اذا شكولي عنده نكتة جميلة تعالي تعالي تعال تعاليyan قعدي ابنتي غزني واسمك؟ نوها وين تسكني نوها؟ في بني مرد بني مرد وين جاية؟ في البليدة في البليدة باش يعرفوا مشاهدينا مشوفوا فينا ابنة بلدة مدينة الورود 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 كما انتي وردة تاني ياخي واش عندك واش حبيت تقوليننا؟ حبيت انقولكم نكتة شاب صغيرة بصحة قوليها انا قوليها انا بنتي قالك واحد النهار واحد زوج ذكورة واحد واسمه واش دخلك واحد واسمه عقلك حانت عن تلك yemeه يشارك وش دخلك قتلو المعلمة قتلوا اسمك و عروا هو اسمك و قالوا انا هنا مدير قالوا اسمك و你有 resolونة يا اسمه و شاننا مخيطنا اذاذ بالتكية بنتي؟ ها اناunken زوج مشوم ازوج اسماء او هرح اخوات في المكان هرiers دقيقة دقيقة ما زال ما كملتش ما زال ما كملتش ما زال ما كملتش واش عندك بنتي؟ عندي زوج اسماء واني حب نقدمهم يلا تفضلي تفضلي قولينا افتحي الورقة قدميهم يعني ديني معاني الاسماء هكذا؟ ايه اه تفضلي وش هو الاسم الاول؟ يازيدي يلا تفضلي بنتي السلام عليكم يا أطفال الصغار قتلكم السلام عليكم مش تقولوا لها وعليكم السلام عبدي 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 السلام عليكم يا أطفال الصغار السلام عليكم السلام عليكم انا نوها انا نقدم لكم ركن جديد الهو ركن معاني الاسماء نعرفوا بلي كل اسم عنده معنا وانا اليوم جبتلكم زوج اسماء اسم ذكر واسم انتا نبدو على بركة الله الاسم الاول يازيد هو اسم ذكر عربي يتمتى صاحب هذا الاسم بالكرم الزايد وحسن الاخلاق كما انه محب ولطيف في تعامله مع العالم والمميز فيه البشاشة الدائمة سبحان الله اسم على مسمى اما الاسم الثاني وهو رانيا تحية لطا رانيا رانيا هو اسم مؤنث عربي الاصل وهو عبارة عن زهر من انواع الظهور تتمتع صاحبته هذا الاسم بالهدوء وكثرة الدلع والرقة العالية شكرا احبائي اذا كنت اعجبتكم في المرة القادمة اخترحوا لي الاسماء ونعطيكم ونجيبلكم معناها شكرا الى اللقاء برافو نوها برافو بنتي تفضلي 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 تعالي 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 بنتي تعالي واسمك؟ مالاك مالاك وان تشكني مالاك؟ صف صافة عيناجال قديمة اا عيناجال قديمة خيار الناس قلنا نكتتاك بنتي قالك واحد مش حاحن ايه وقعد هنا وقعد هنا كانوا يقولون انت تين اتخلصوا والاخر يقول انت تلص حتى جاه شاك اخر قالها خلاص انا اخيت للكم شوفوا تحطوا وسائلك بسينا وضعوا صادقة بالسرعة في الباسنة لي يخرج رأسه و هو لي يخلص و لي ما يخرج هو لي ما يخلص ما زالهم داخل الباسنة لا يعلم بالبشل تعال اسمك اقعد تم اسمني عبد الراحيم عبد الراحيم اقعد تم أقعد فلر قال لك واحد شرب نص 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 حبك أقعد بعين وحدها أقعد بعين وحدها برافو برافو تعال أروح أقعد قدام أقعد قدام واسمك؟ جليل جليل عندك نكتة جليل أحكي لنا وش هي؟ نكتة 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 هذا بلد طرف الموس بلد بلد الهب نكتة 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 برافو برافو تعال اسمك؟ خالد محمد أقعد مع أخوه أقعد مع أخوه أروح أروح جيتوا في ثلاثة وين سكنوا؟ شفوك برافو برافو حكي لنا نكتة 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 برافو 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 عندك نكتة وش هي احكي انت عندي اغنية غني نغسل زناني بالمعدن نغسلتي بالصابن نشابك سحلي بسخن انا نحب الانيسة نحب مال ماداسة انا نحب عاقي امي ايام الاسبوع سبعة نبدأها من اليوم الجمعة سبعة احد والاثنين نغسل اسبوع المصبين ثم يكون الثلاثاء يا صعبي في الاربياء ثم خميس ثم جمعة ايام الاسبوع سبعة برافو برافو شكرا يا اطفال على نكة الجميلة ادركها لحقنا للركن اللي تحبوه كامل انتوما والاطفال اللي رام يشاهدوا فينا هو ركن الجواب عن اللغز اذا ما هو الشيء الذي اذا دخل الماء لا يبتل واذا دخل النار لا يحترق شو اللي عنده الجواب الهواء الهواء ال معلش معلش وشو الجواب الحديد الحديد اوكي شو اللي عندك جواب الحطب الحطب لا الحطب يبتل في الماء الظل الظل برافو 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 الشيء او سبعة عرفتها طورة وش هي طورة طورة لا لا انت عرفتها الخيال 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 كما يقول برافو برافو الخيال الظل كما قال لكم صادقكم هو الظل الخيال اذا دخل الماء لا يبتل واذا دخل النار لا يحترق احنا ليسيب الجواب على اللغز دايما نعطوله هدية اذا تفضل تاخد الهدية من عند عمو يزيد تعالى اروح اروح اذا الهدية الهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تقيك من اشيعة الشمس الضرة وكذلك نعطولك سيدي في 22 اغنية اول سيدي لعمو يزيد واسمو من حقي الطفولة في 22 اغنية ان شاء الله تستفد بهم بالتوفيق لا شك العفو 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 اذا بعد اللغز عدنا ركن لنا نحبو بزافو وركن عيد الميلاد عيد الميلاد اليوم عدنا عيد ميلاد عبد الرحيم تعال عبد الرحيم اذا اصدقائنا يروحوا يجيبونا لقاتوا تعبد الرحيم واحنا نغنولو عيد ميلادك احلى عيد تغنو كامل معايا هاي عيد ميلادك احلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبرد فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد من القلب يدي نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي نميلاد سعنا واتعش أيامها أفرار شرح يا ربي نميلاد سعنا واتعش أيامها أفرار يابانين ويابانات يلا نطير فارونا لسهنا مراح غني نفراح ونعشو أحلى الأوقات لسهنا مراح غني نفراح ونعشو أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا سيبناها ليلا حلوى يا محلاها بسمك أنتا سيبناها ليلا حلوى يا محلاها بابا ما يدعولوه واسحابو يبرغولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل ثلاثة ثنين واحد تطفيتش معه نعم ما عليش كان مزروب شوية حبسناها فيستة عندك ستسنين هيا خلاص ما عليش عبد الرحيم ما عليش إذا يا أطفال عمو يزيد دال لكم شهادة مشاركة شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حيثت مع عمو يزيد هذه تعبد الرحيم وكامل نعطوها لكم في انشميز هكذا الشابة تحتفظوا بها وتعلقوها في الدار إذا قاع الشهادة تعكم كي تخرجوا تسبوهم ينتظروا فيكم تفضل عبد الرحيم أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير السنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة باي باي لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد